أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عامية دور السياسات والبرامج المجتمعية في خدمة المواطنين والوقوف على احتياجاتهم كافة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم بهدف الارتقاء بالنسيج الاجتماعي والوطني وتحقيق سلامته وأشار سمو إلى الأولوية التي تولي قيادة دولة الإمارات لأبناء الوطن متمثلة في توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان رئيس الدولة حفظه الله بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعية لمحدودية الدخل من المواطنين لتحسين حوالهم المعيشية وجودة حياتهم جاء ذلك خلال استقبال السمو لعهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميرية معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع والوفد المرافق لها واطلع سموه على خطط وبرامج وزارة تنمية المجتمع التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتخدم منظومة العمل الاجتماعي في الدولة ترجمة نانسي قنقر